اشتركوا في القناة السفارة تحديدا هل لم تقدم شيء لعرقلة مرور منشور قلطان بسم الله الرحمن الرحيم في الولايات المتحدة كل سنة تحضيرا الى برنامجها الميزانية السنوية العام القادم مثلا الان عام 16 تطرح هناك مشاريع كثيرة من لجان مختلفة لجنة الدفاع لجنة الامن لجنة المالية لجنة الخارجية علاقات خارجية لجنة الاستخبارات وغيرها تقدم مقترحات مشاريع هناك بالولايات المتحدة مجلسين المقترح حاليا من احدى اللجان المعنية بالسلاح والتأهيل الى الميزانية المتعلقة بتقدم دعم العراق بقيمة 750 مليون دولار المقترح هذا مسودة اولى من قبل اللجنة تطرح على الكونغرس ومن ثم بعد ما تطرح على الكونغرس تطرح التصويت كامل يصير من خلال الكونغرس وبعدها تطرح على مجلس الشيوخ ويصوت مجلس الشيوخ على نسختهم ويصير لجان مشتركة وبعدها تطرح على الإدارة والإدارة تعطي نقض عليه أو لا تأيدها وما شابه ذلك فالإجراء طويل وأي تصويت حقيقي سيكون منهة هذا العام الآن الموجود هي النسخ المطروحة للنقاش إذا صح التعبير طبعا الموضوع ما متعلق بالسفارة بقدر ما هو متعلق مواضع داخلية أمريكية يعني هذا الـ يتغير إلى حد قبل قبل قرحة كان حديثنا عن الإدارة أجروا بعض التغييرات النقطة الأساسية أن الإدارة تدعم الأحدة العراق أن السفارة متواصلة وحتى الخارجي العراقية متواصلة معهم وأنه هذا مثل ما ما دري جنابي تتذكرني أو لا في العام الماضي انطرح مشروع الشي في اليهودي واستنت أيضا نفس الفكرة كان ومشى لأنه ما عفوا بمعنى الصح ما مشى لأنه فيه كناك مواقف إدارة أمريكا وحكومة العراقية وخارجية وإسفارة وغيرها توقف هذا الشيء وأعتقد هذا المتروحة الآن هو نتاج طبيعي إلى حراك داخلي أمريكي موجود بهذا الموضوع وأيضا إلى قراءتهم إلى الوضع العراقي طيب فيما يخص قراءة من الوضع العراقي كثير من المراقبين هنا يعني يعتقدون أنه ربما بسبب اللابي القوي لجهات كثيرة في العراق سواء سنية أو كردية في العراقية التي يعني دعمت وجود هذا القانون ربما في الموازنة العريكية ما هو دور يعني ما دور السفارة في محاولة التأثير على الكونغرس لمنع أصلا وصول قرار مثل هذا إلى الأعضاء الكونغرس حتى تكون سولة واضحة إذا سانتور واحد يستطيع يدعم مشروع بقوة أو يعارض بقوة فهذا حد ذات يكون آليات القرار الموجود هنا نحن عندنا ضمانات من سانتورات بأن هذا المشروع لا أحب شيء هذا بحق ذات منظومة الأمريكية القرار الأمريكي مو بسهولة ولا قضية تقنعهم شخص أو شخصين وإنما منظومة متكاملة وتكمل الوحدة للثانية وتطلع بقرار ناضج بعض الشيء ضمن معاييرهم الأمر متعلق بأن هناك تركة بقراءتهم إلى العراق متعلقة بالسنين السابقة وغيرها فهذا بعض نتاجات هذه القراءة السابقة مو متعلقة بحقبة زمنية أشهر أو مشروع الآن مطروح مشروع اللي يتحدث بالعراق الآن اللي يتحدث عن تقسيم هذا مو شيء جديد يعني ما أعتقد شيء جديد على القراءة وفي نفس الوقت قراءات الأعضاء الكونغرس في اللي جان السابقة وفي الأعوام السابقة انطرحي مشاريع أيضا هالمرة ظهركوا واقع عراقي آخر أعطى شوية حساسية إلى الموضوع وأنا متفاهم هذا الشيء الإدارة الأمريكية أيضا متفاهمة جدا حساسية في العراق السفارة أعطت بيان الخارجية أيضا في تواصلنا المباشر معهم أعطوا أقدر سمي ضمانات بأنه احتمالية هذا الشيء يكون معدومة بأن هذا الشيء يمشي هذا أعتقد إجراء طبيعي بين الدول دعونا نقول البرلمانات كيف تناقش الموضوع هذا شيء آخر بس على إطار الدولة الأمريكية والإطار الدولة العراقية هناك توافق وتطابق رؤى بوحدة العراق والعمل سوية الولايات المتحدة ضروري أنك دعم شريك دولي تبنت وحدة العراق ديمقراطي العراق العراق أيضا ليس فقط محتاج إلى هذا الشيء وأنه بيّن للكل أنه خط أحمر لديه شيء يتعلق بسيادته ويتعلق بتخسيم العراق أعتقد هذا الشيء واضح وأحنا مطمئنين أنه النتائج راح تكون منضية للشارع العراقي ولكن قمثا ما قلت هاي منظومة ديمقراطية إلها معطياتها وإلها آليات قراراتها وأيضا إحنا عدنا برناماننا وحكومتنا لتتعاطم على هذا العدد طيب يعني ذكرت هناك ضمانات من سناتورات في مجلس الشيوخ تقصد يعني في مجلس الشيوخ كيف يعني ممكن توضح هذه الصورة الإجراء المتبع لو تذكرون سابقا كان موضوع الأباتشي مثلا كان سناتور واحد معارض على الموافقة على الموضوع الأباتشي السابق ذات تذكرين بدأة عام الماضي موافقة مبدئية أصلا مو موافقة نهائية موافقة مبدئية فكان مشروع ما استطلنا أن نحركه وحصلنا بعد ما غيرنا قناعة هذا السناتور اللي كان في رئيس لجنة علاقات في السنة اللي كان في وقتها الديمقراطيين دون مجلس الشيوخ الآن الجمهوريين الجمهوريين متفهمين هذا الشي تماما وإحنا في حديثنا المباشر معهم وحتى في الأسبوع القبل الماضي كان رئيس الوزراء هنا وصار حديث مباشر مع اللجان رئيس الوزراء نفس دكتور العباد يتحدث مباشرة معهم حول هالمخاوف اللي يبدوها ولكن نحن لن توقع زيارة واحدة أو حوارات أولية نستطيع أن نغير رؤى مؤسسات أمريكية هناك قراءة لهم متعلقة بالقراءة العراقية متعلقة بالتجانس الوحدة للخطاب العراقي إذا شافوا أن الخطاب العراقي موحد أكيد هذا رح يأثر على طبيعة قراءتهم وتعاطيهم مع هذا الشيء وما هو الدورة التي تقومون بي أنتوا في توحيد هذا الخطاب يعني نلاحظ أن هناك ممثلية لكردستان هنا في واشنطن وكذا الكثير من القادة السنة يجوني يعني يدفعوني إلى لابيز ليكونوا جزء من عدهم هل هناك ربما دور لكم بتوحيد هذا الخطاب وأن دورنا جزء من أدوار أخرى آخرين يقوم بها يعني جنابز ذكرتي طرفين أو بعض الأطراف من المعادلة العراقية في هناك دول الخليج في دول الجوار آخرين منهم وهذا هو الساحة الأمريكية يعني الساحة الأمريكية بالخصوص واشنطن يعني مراكز الأبحاث المراكز اللوبي شركات اللوبي وغيرها غيرها مؤسسات ضخمة وتحتاج إمكانيات وتحتاج ما ذلك نحن كسفارة أدنا شركة ندعم معها أدنا أصدقان بالكونغرس نستمر بهم الخارجي العراقية تدعمنا بهذا شيء زيارة رئيس الوزراء في الأسبوع قبل الماضي كان أيضا مفيد نحتاج أن نتواصل القرار الأمريكي أرجع وقوله مو قرار يعني ينطبخ بليلة وضحاها هذا أعتقد سوء قراءة ذائلة يحتاج إلى مشروع عراقي بالتعاطي مع الولايات المتحدة وغيرها صحيح على مبادئ متعلقة بوحدة العراق وما شابه ذلك ما حد يختلف على هذا شيء وأنا من أبجدياته أو خطوط الحمر العراقية وأعتقد واضح للكل وإنما في قالية التعاطي مع الولايات المتحدة وخصوص مع الكونغرس وغيرها ضروري أن يكون هناك رؤى واقعية إلى هذا الشيء مو تمني عراقي هذا ضروري أن نأخذ نظر الاعتبار وهذا الشيء ما متعلق فقط موضوع هذا المشروع للتقسيم أو مشروع آخر لا حتى متعلق بالدعم تفاقي الطالر استراتيجي موضوع الولايات المتحدة وإيران وإستيثي هذا التداعيات على العراق أيضا هذا خلو مو بيد يعني هذا موضوع نووي متعلق بالمنطقة ومتعلق بالمعادلة الدولية لكن ضروري أن يكون عندنا تعاطي ناضج مع هذا الحدث طيب فيما يخص التعاطي الناضج يعني هنا لك كانت إجابات من رئاسة الوزراء في العراق فيما يخص هذا القرار هل وصلتم وجهة النظر العراقية إلى أعضاء الكونغرس وربما رئيس لجنة يعني تحديدا قبل هذا الحدث وبعد هذا الحدث يعني حتى أيضا وزارة الخارج يعطت بيان في قبلها أيضا بينا هذا بينا حساسية هذا الموقف الشيء الضروري أن نبين أيضا أنه بعض المرات إثارة الموضوع أكثر بحث ذاته سيكون إلى تداعيات سلبية يعني حسب قراءتنا إلى الواقع الأنذيكي الموجود أن هذا الموضوع يكون ضروري أن نتعاطى معه بأنه الإدارة شون برنامجها لأنه لا تنسون المؤسسات التشريعية بالنتيجة تعطي تشريع تنفيذ هذا التشريع بدل إدارة وهناك حق فيتو وما شابه ذلك الضمانات اللي عندنا قبل هذه الجراءات مع الخارجية الأمريكية أنه هذا احتمالية هذا التشريع يعني يلزم للطراف الأمريكية شبه مستحيل فأعتقد الموضوع يجب أن نحطه ضمن ثقل المطلوب صحيح هناك حساسيات العراقية ما لا متفهم هذا الشيء ولكن في نفس الوقت ضروري أن يفهم بأنه الموضوع التعاطي مع الكونغرس وتشريعات أخرى وغيرها وهي الديمقراطيات هالموجودة ضروري أن يكون نفس عراقي طويل بالتعاطي مع هذا الشيء ويكون هنا وحدة موقف مدروسة بالتعاطي مع هذا الشيء طب فيما يخص يعني علاقة السفارة العراقية ووزارة الخارجية العراقية وربما الحكومة العراقية مع الكونغرس كيف ممكن تصفها يعني كان هناك تشنوجات في الفترة السابقة هل إحنا تجاوزنا ربما شيء ما أمهأ ما زال يعني الظاهر زيارات الأخيرة رئيس لجنة الكونغرس نفسه ورئيس الأغلبية في السنة أو المجلس الشيء زيارات من العراق كانت موفقة ومجيء وفود معهم وأيضا زيارة رئيس الوزراء هنا والتقاء تقريبا أربع جلسات صارت جماعية وفردية أيضا معظم كانت موفقة ولكن هذا نقدر نسميها جزء من معادلة أو جزء من شريط من التواصل الإدارة الأمريكية القرار جماعي يعني هناك قوة تكمل الثاني أيضا قضايا أيضا في المؤسسات التشريعية هذا ضروري أن يأخذ نظر الاعتبار الطرح لا تنسون نقطة أساسية عزيزي تكونوا نظر الاعتبار العراق الآن وبخصوص مع المباحثات التي تحصل الأولية على الأقل بين الولايات المتحدة وإيران العراق ينظل من منظار إيراني أيضا هل هذا قريب أم بعيد يأثر على المعادلة ننظر له يعني سوريا معادلات هكذا كلها جنابة نعرف فيها في واشنطن ضروري أن المشاهد العراقيين يعرف أنه هذا هي جزء من معادلة أكبر ما معنية فقط بالعراق أيضا نحن يجب أن ننظر نكون نظرتنا أكبر لهذا الشيء كيف نكون العنصر الإيجابي ويكون نبين لأصدقائنا الأمريكان أنه مصلحة العراق ومصلحة الولايات المتحدة متطابقة في هذا الشيء هذا ضروري أن نأخذ نظر الاعتباد في كل سياساتنا وفي كل تصريحاتنا وفي كل تعاطينا الإيجابي مع الأحداث يعني هناك زخم قوي وقوى ضغط كبير هنا في واشنطن هل تقدر كيف ممكن تضع خلنا نقول قوى الضغط العراقية هنا هل هناك قوى ضغط العراقية واقع التحدينا إلى الإرهاب وإلى داعش أن نعكس عليهم مباشرة هكذا كلها مؤشرات نحن نتحكم بها هناك واقع متعلق مثل ما ذكرت المعادلة الإيرانية الأمريكية هذا واقع أيضا يكون نتعاطى ويكون لدينا وضوح كيف نتعاطى معه لن نرفض أن نكون عنصر سلبي ولا بنفس الوقت نكون إيجابين إلى درجة غير واقعين لن نكون لدينا قراءة واقعية إلى هذا الشيء العراق الآن عنده إمكانيات عنده رؤى يحاول أن يكون إلى دور إيجابي بالمنطقة بقدر إمكانياتها هذا الولايات المتحدة تتفهمها ولكن أرجع وأقول القرار الأمريكي لا ينطبخ بلاية مضوحها ولا هو قضية قرار رئيس بحد ذاته من دون يأخذ نظر اعتبار مواقع القوة الموجودة هنا مؤسسات الموجودة هنا وضروري أن هذا يكون أيضا بعض المراجعة إلى آلية تعاطي كونغرس معنا وآلية تعاطينا مع الكونغرس هذا أيضا موجود ضمن تعاملنا معهم وإن شاء الله هذا المسار نستمردين بإحنا إن شاء الله